الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ضيق الرزق اختبار وامتحان من الله ليرى من عبد الصبر والاحتساب وليس الجزع والاكتئاب والضيق يرى من عبده الشكر وليس الشكوى قد كان من هو خير مننا ومن البشر جميعا حبيب الله ومصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع ويبيت هو وأزواجه وأهل بيته جميعا جياعا طاوين بطونهم ويمروا شهران ولا يوقد في بيوتهم نارا للطبخ والطعام بل كان قوتهم في هذه الفترة الطويلة التمر والماء ما فيش حد ولا الصدى النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا فين وهو فين وهو جاء ليعلمنا جاء قدوة لنا هذا كل تعليم للأمة الصبر وعدم الصخط عند ورود مثل هذه الظروف والأحوال ورب العزة كما يبتلي العبد بالفقر يبتليه أيضا بالغنى قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقد عاش للعلم يعني معظم الأنبياء والرسل ومن بعدهم من الأولياء والعلماء والصالحين من عباد الله المتقين كلهم عاشوا غالبا في شدة من العيش وبساطة في الحياة ليعطوا بذلك القدوة والمثل في الصبر لمن يأتي بعدهم وأنا أنصح بهذه الأدوية التي دلنا عليها القرآن الكريم مع شرط اليقين الجازم في القلب أن الله قادر على أن يفرج همك ويكشف عنك كربك ويوسع لك رزقك وليس على سبيل التجربة تقول لما جرب وشوف لا باليقين أول دواء كثرت الاستغفار خاصة بالأسحار ما يبقاش الإنسان في فقر وفي فاقة وفي ضيق وبعدين يلقى إلى شرب السجاير أو إلى السهر في غير طاعة ويضيع صلاة الفجر ولا يقوم الليل الاستغفار بالأسحار اللي هو الوقت الذي قبل أذان الفجر فيه أسرار عجيبة في فتح أبواب الرزق قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام وهو ينصح قومه قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الدواء الثاني هو نوائف المعاصي ونخرج من الغفلة خاصة معاصي السر والخلوة هذا هو معنى تقوى الله في السر والعلانية التقوى تفتح باب الرزق قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الدواء الثالث لزوم الطاعة وأعمال الصالحة فرضا كانت أو نفلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أما من السنة فكثير الأمثلة والأدلة منها تحقيق الصدق في التوكل على الله كما قال عليه الصلاة والسلام نوأنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الدواء الثاني من السنة الدعاء والتعلق بالله وحدة وترك سؤال المخلوقين أو التعلق بيهم قال عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة يعني فقر وضيق فأنزلها بالناس يعني بدأ يشتك للناس وعايز من الناس يسعدوه من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فاستعم بالله ولا تعجز ولا تشك همك لغير ربك وأكثر من الاستغفار والدعاء مقنا بالإجابة فربنا رب كريم رحيم ودود وهو أرحم بعبده من الوالدة يولدها وأحذر أيضا من المعاصي لأنها سبب لمحق البركة وحرمان الرزق والله تعالى أعلم شكرا